السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والأيام المباركة زادا للخير والإحسان نحمده حق حمده ونشهد أنه الله واحد أحد المنم ديان ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الخلائق إلى مرضات الرحمن صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه قل النباهة ورفعة الشان ومن اهتدى بهدهم إلى أن يقوم الناس إلى الملك الديان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنْ تَقُوا اللَّهَ حَقَّكُ قَادِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ رباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة وَاللَّهُ يَقِبِضُ وَيَبْصُّهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ رباد الله حقّت رحال الموكب النبوي على أبواب يفرق في قباط وانجفل الناس إليه والناس فيهم المسلم وفيهم المشرك وفيهم الكتابي وفيهم العربي وفيهم العجبي انجفل الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يروا هذا الرجل الذي سبقت سمعته إليهم وكان في من جاء رجل محمر عالم من علماء الكتاب ومن سادتهم عبد الله بن سلام يقول كنت في من جاء عندما جفل الناس فلما رأيت محمداً عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وأول كلمة سمعتها منه سمعته يقول أيها الناس أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس لياء تدخل الجنة بسلام اللهم صلي على محمد هذا هو اليوم الأول الذي التفت عليه جميع الأديان والأجناس على محمد صلى الله عليه وسلم فوضع للناس جميعاً مضامن رسالة الإسلام والقيام التي يتلاقى عليه البشر جميعاً وهي كالتالي كما جاءت الحديث كما سردت أيها الناس للناس جميعاً أفشوا السلام السلام عنوان المحبة عنوان التواصل عنوان التلاقي عنوان الأمن وانطبعناه أفشوا السلام ولهذا جاء في حديث آخر قال أدنكم على أمر إذا فعلتموه تحابدتم أفشوا السلام بينكم فلما قالهم عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام أراد أن يتلاق الناس على الخير ويتحابون على الخير ويعمل بعضهم بعضاً ويعيشون كلهم في طمأنية وسكينة لأنه مخاطب أدياناً وأجناساً ومخاطب أفضل في هذا الموكف في هذا الموكف الأول على أبواب يثرب في المباع أفشوا السلام وهذه رسالة الإسلام وأطعيم الطعام أصحاب الحاجات والخلات والطعفاء والمحتاجين إذا لم يطعموا فسيكون منهم شهد ولهذا جاءت رسالة الإسلام بإطعام الطعام على أشكال شدة أشكال شدة الزكبات الصدقات الهدايا الهبات القروض قروض الحسنة فيما بين الناس انظار المعسرين هذه كلها سد لخلة المحتاجين بين الناس أطعيم الطعام وصلوا الأرحام التلحم الاجتماعي بين الأقارب بين القبائل بين أبناء الوطن الواحد بين العشاءة بين أبناء المدينة الواحدة كلهم أرحام تجمعهم وصلوا الأرحام إذا صنعتم ذلك أقبلتم على الله بطمأنينة وتفرقتم العبادة إن العبادة في الأرض لله لا تكون إلا مع السلام والأمر عند إذا يتفرق العابدون للعبادة وعند إذا يقبل المقبلون على الله بشتى المعن إقبال بصيام وصلات واعتكاف وتساميع هنا عند حصول السلام يحصل العبادة الحقيقية لأمن وأمان دون خوف ولا وجل هذه رسالة الإسلام على مدان السنين والأعوام إلى آخر الدهر ولكنها كانت أكثر ما تظهر من نبينا عليه الصلاة والسلام كانت تظهر في رمضان كانت تظهر في رمضان وكانت إفشاده عليه الصلاة والسلام للسلام وللأمن والأمان في رمضان أكثر منه في أي وقت آخر في مثل هذه الأيام يومة محمد في مثل هذه الأيام توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ساجحا بعد أن غدروا ونقضوا العبد بعد أن غدروا ونقضوا العبد وسفكوا الدماء ظلمة عدوانا توجه إليهم عليه الصلاة والسلام في رمضان ودخلها إما في الثامن عشر أو في الواحد من العشرين من رمضان كان دخول مكة ولكن لم يكن هذا الدخول من جيش العرب إلا بالأمن والسلام لم يكن لقتل تحقق السلام حتى في هذه الحالة تعلمون جميعا كيف جرد من مكة وكيف طرد منها وكما قال الله تعالى أخرج منها يخرجوك أخرج منها وأخذت أمواله وداره وكل شيء ومع ذلك عاد يحمل الأمن وإفشاء السلام كان من أشد الناس عليه ظلما وعدوانا نبق عمه ورضيعه أخوه في الرضاعة أبو سفيان ابن الحارف ولما راه مقبلا نجم على ما كان منه وفرط منهم وعلم أن محمدا ليس بذلك المحل الذي يبدأ فجاءه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه ورضيعه أبوه برضاه وابن عمتي عم الله بن قبيم المغيرة أقبلا إليه وهو على أبواب مكة والناس يعلمون الإذاية التي حصلت منه فجاء إليه بعض المسلمين الذين عرفوا رسالة الإسلام وتشفعوا بها وقالوا له يا أبا سفيان تعال تلقى واجهبني عمك وقل له قال الله لقد آفرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فلن يقول لك إلا القوم الحسن ولن يرد عليك إلا الرد الآمن فجاءه وقال له تالله لقد آفرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فأجابه مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام قال نبو لا تفريب عليكم اليوم يدخر الله لكم وهو أرحم الراحمين ودخل مكة ماذا سيصنع بهم هلما تظنون أن يصافر صالب بكم في مثل هذه الأيام أيام الصفي أيام السلام أيام الأمن أيام رمضان فقالوا أف كريم وبناخ كريم قال ذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا صفحة طويت وجاء الله بالأمن والسلم والسلام لمكة والعالم مع محمد عليه الصلاة والسلام وفر منه اكرم ابن أبي جهد الذي لم يطلق موقفاً إلا وحاربه فيه ولم يطلق قوة إلا وسخرى لحارب محمد حارب من محمد عندما داخل مكة بعد أن حاربهم وقسم من كسر في في زبقة في مكة حارب تجاه اليمن تلقاء اليمن فجاءت مرآته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرآته مرآته جاءت إلى حبيب المصطفى وقالت يا رسول الله الكريمة هل أعطه الأمان واليعتنى جيبه آملاً معززاً مكرماً وكان ذلك فتدعت زوجته حتى لحقت به وأتت له معلامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ولما أقبل على الحبيب المصطفى هش له وبش ورحم به وأكرمه وصفح عنه وحقق له السلام والأمر إفشار السلام إفشار السلام أبو سفيان الذي حارفته كذلك في كل موقف وواجهه في هذا اليوم الفاصل اليوم الفاصل من أيام رمضان في فتح مكة لما رأى مواقف المحبة والسلام من محمد عليه الصلاة والسلام قال يا محمد والله ما أكرمك وما أمصلك وما أعطافك هكذا يصف أبو سفيان وهكذا يصفون إذا نحن في أيام أجلى فيها وظهر فيها إفشار السلام والعمل أكثر من أيام رأيات رمضان في كل موقف وفي كل مشهة وأمر طعام الطعام فقد إعداد المسلمون من القديم أن يخرجوا زكواتهم في شهر رمضان عند كثيرا من المسلمين لماذا؟ لأنها أيام مباركة والصلاة فيها مباركة والخير فيها مباركة فيخرجون زكاتهم في كل رمضان يجعلونه موعداً لإخراج حق الفقراء والضعفاء والمساكين وهؤلاء الذين لا يخرجون زكاتهم يذكرهم بقول الله تبازك وتعالى والذين يكنسون الذهب والفضة ولا يمكنونها في سبيل الله فبشرهم لعذاب أليم يومين معنها في نار جهنم فتقوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا فدوقوا ما كنستم هذا ما كنستم فدوقوا ما كنتم تكنسون اخوة الإيمان اخراج الزكوات في هذه الأيام تسد الخلات وترفع شأن الضعفاء لأن الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى يريد فيه أمة الإسلام أو في الناس جميعاً من يكون هو ضعيف يشعر بالغدم يشعر بالضع يشعر بالمهاء يشعر بالتقصير أراد الله عز وجل أن يعيش الناس كلهم وخاصة أمة محمد أن يعيشوا بعزة ورفعة وكرامة وكذلك الصدقات والضيافات في رمضان ثبابها عظيم حتى بإخطار الصالح أبعثها أن تفضل الصالح وإن لم تجد فلا تعدم أن تكون إيجابية بكلمة طيبة ودعاء صالح دعاء صالح الكلمة الطيبة صدفة والدعاء الصالح يدل على أنك مندمج في عالم الخير متواصل في عالم الخير هل هناك أقل من هذا؟ هل هناك أقل من هذه أمة محمد؟ الكلمة الطيبة والدعاء الصالح لمن أحسن إلينا؟ لأمة محمد؟ لهداية الناس؟ للخيرين؟ يحقق الله الأمن والخير للبشر جميعا؟ هل هناك أقل من هذا؟ وصلة الأرحام وصلة الأرحام هذا شهر التواصل تبنغ القضية التواصل ذروتها في عالم المسلمين عندما يجتمون في صلاة العين كلهم في صعيدٍ واحد في صعيدٍ واحد ويحيي أحدهم الآخر ويقول له تقبل الله منك ثم يعودون من طرق أخرى الغير التي جاءوا منها ويصرون أرحامهم ويهدئ بعضهم بعضا بفرحٍ وسعور تبدو الصلة هنا كلمتها وأما كلمة العبادة فنحن نكبلون عليها في عشر الموافق والتي كانت إذا كانت إذا دخلت شد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزم شد المنزم وأيقض أهلا وأحيا ليلة وكان يبقى طول الليل يحلو بربه مع جبريل عليه السلام يتارفون طغاء في ذكرٍ وعبادةٍ وتأمل ونحن حبيقٌ بنا بهذه العبادة وكانت أن نحنها مع الله لمطهر القلب وخلجات القلب من السوء وطيات الفكر من المحراق وحركات الجسد مما لا يليق إذا بلغنا هذا نكون ممن خرج من ربضان كما يرد الله سبحانه وتعالى هذه القيام الإسلامية هذه المعاني الربانية لابد لنا اليوم من ذكر من ذكر أمرٍ في غاية الأهمية بعدما إن شاء الله سيكون في هذا الوطن يوم العمل الإنساني يوم العمل الإنساني هذا اليوم نختير لأنه فيه فارق هذه الدنيا فارق هذه الحياة وأقبل على ربه الشيخ زايد بن سلطان أنهيان أعرضه مقاما إن هذا الرجل إن هذا القائد الفر وهذا الرجل الإنساني كان أمثولة القيم كان أمثولة القيم ولهذا حقيقٌ بهذا الوطن وجميلٌ بهذا الوطن وبالمواطنين وبالمقيمين وبكل من حم الشيخ زايد بن سلطان أن يتفاعل مع هذا اليوم يوم العمل الإنساني لإحيانه بالإسلام كان هذا الرجل رحمة الله عليه أمثلنا زناناً حميدة وأعمالاً سديدة ورها ورها وأفكار رشيدة عالمية في مثل هذا الشهر كان يستخدم العشرات من العلماء ويفتح له الأبواب قولوا الكلمة الهادية دلوا الخلق على الخالق صنوا الناس لربهم علموا الناس الفضيلة يفتح له الأبواب عشرات من كبال علماء الدنيا يستخدمهم لهذا الوطن في مثل هذا الشهر بل وقبل هذا الشهر على مجارب هذا الشهر كانت مضارب الخير تنتشر في هذا الوطن في إطعام الطعام بل وتتعدى هذا الوطن لتصل الدنيا من جهاتها الأربع عربها وحجبها مسلمها وغير مسلمها يعلم أن هذا الشهر المبارك فيوزه الخيرات يطعم الطعام للمحتاجين والفقراء وكذلك وكذلك صلة الأرحام كان يصل حبالا والناس جميعا كان بابه مفتوحا كان بابه مفتوحا ومبراته متواصلة للقريب والبعيد للقريب والبعيد للناس كلها الداخل هذا الوطن وخارجها إنه كان ذا رؤية إنسانية تمتحه من معين القرآن والسنة وتتل على الدنيا لتقول لهم هذا هو الإسلام وهذه رسالة الإسلام وقد أُذرت عنه بقوله وفعله بقوله وفعله كلمة كلمة مأموذة من حديث نزول الله كان مردنها على الدوام بقوله وفعله الأرض أرض الله والخلق خلق الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم بخلق الله هكذا كان تؤديته إنسانيا وهكذا كان عمله إسلاميا وهكذا كان قلبه ناضرا وناضرا بحب بالخير ولهذا هذه السنة الحميدة استمرت والحمد لله استمرت والحمد لله في هذا الوطن فنعيد في هذا اليوم لا يمر علينا يوم إلا ونسمع في جهات العالم بعد عن هذا الوطن أنتم تعيشوا فيه وترموا نسمع في جهات العالم أن مبرات تصل إلى أصحابها وأهدها وأن خجرات وطعاما وكسان يصل إلى المحتاجين والطعفاء يمسح عنهم ألمهم ويزين عنهم كربهم وحزنهم هذا من السنن العميدة التي زرها هذا الرجل الإنسان ينفك وهذا القائد المتبيز وسار عليها قيادة هذا الوطن من بعده إذن في كل يوم نرى هذا وبهذا تظهر قيم الإسلام ورسالة الإسلام وبعام الإسلام هنا تظهر ولهذا يا إخوة الإيمان حقيق بنا أن نتفاعل مع هذا اليوم لنحلي هذه القيم في ذكرى هذا الرجل العظيم الشيخ زائد من فلطان على رباه وقاه وهذا الذي حدا بقيادة هذا الوطن أن يفتح الأبواب للناس يذكروهم بقياد الإسلام ويجعل هذا اليوم عاماً لكل الناس فلا علينا ومطلوباً منا أن نحقق هذا المعنى من أنفسنا تغاوى مرات الله سبحانه وتعالى ونخرج الصدقات لأهلها قليلاً أو كثيراً أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بريئاً في ظل صدقته يوم القيامة كل بريئاً في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس هذا اليوم الذي تكون فيه الشمس للخلالة فيغرقون دعاً يبقون على قدر عمله وقدر ظلومه تأتي الصدقات فتحول بينك وبين الشمس فأكثر أيها المسلم من الصدقات لمصلة ضعاً ولها منوع شدة وظلوف عديدة فلا تتصر رحمكم الله أقولوا طولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين